موسيقى مشاهدين أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم تريدينك كاف الذي نعرض من خلاله أهم الأحداث التي حضيت باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي ولعل أبرز حدث لهذا الأسبوع محاكمة الصحف المغربي سليمان الريسوني بخمس سنوات سجنا نافدا مع غرامة مالية قدرها مئة ألف درام بعد أن وجهت له تهمة هتك العرض والإحتجاز قضية سليمان الريسوني أثارت الكثير من الجدل منذ اعتقاله قبل أكثر من عام تعليقات كثيرة اعتبرت أن الحكم الصادر في حق سليمان الريسوني حكم قاسي ومن التعليقات نقرأ لكم مشاهدين تعليق لعبد الرحيم الذي كتب يجب تصحيح ما يمكن تصحيحه إن كان هناك استئنار التعليق الثاني لمونير جاء فيه قضية الريسوني فيها غموض كبير لكن خمس سنوات عقوبة قاسية نظرا لما نسب إليه من طرف المثلي فلا نعلم حقا أبعاد هذه القضية وما زاد من حدة الجدل المشاهدين هو خروج المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس بتصريح انتقد فيه هذا الحكم ووصفه بالمخيب للأمل نيد برايس عبر تصريح صحفي قال نعتقد أن العملية القضائية التي أدت إلى هذا الحكم تتعارض مع وعد النظام المغرب الأساسي بإجراء محاكمة عادلة للأفراد المتهمين بارتكاب جرائم كما تتعرض مع وعد دستور 11 و2000 وأجندة إصلاح الملك محمد السادس وأضاف نيد برايس حرية الصحافة أساسية لمجتمعات مزدهرة وآمنة ويجب على الحكومة ضمان أن يتمكن الصحفيون من أداء أدوارهم الأساسية بأمان ودون خوف تصريح نيد برايس اعتبره كثيرون تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد وهذا ما أكده تعليق لمختار الذي جاء به تصريح الناتق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للمغرب محمد علق أيضا التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد لا يمكن إلا رفضه وتعليق آخر مشاهدين كذلك باسم محمد جاء فيه هذا تدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات السيادة وتهكم على السلطة القضائية في المغرب الصداقة بين المغرب والولايات المتحدة واضحة جدا لكن هناك شيء اسمه السيادة لا ينبغي التدخل فيها حتى من أعز الأصدقاء مشاهدين في خضام تحول تصريح نيد برايس إلى حدث فإن فئة أخرى ترى أن إعطاء الدروس في مجال حقوق الإنسان لا يمكن أن يكون من دولة بدورها لا تحترم هذا الدرس وهنا مشاهدين نقرأ تعليق لعصام جاء فيه وكذلك مقتل جورج فلويد يتعارض مع دستور الولايات المتحدة ومع ذلك ما زال هناك عشرات الحالات من جورج في بلاد تدعي محاربة عنصرية أما رشيد فكتب عن أي خيبة أمل يتحدث وحقوق الإنسان تداس نهارا جهارا في شوارع أمريكا وصلت حد القتل العمد والعالم بأسره ينظر ويسمع أنين الموت كل ويهتم بشؤونه فذلك أحرى له مشاهدين وأنتم ما رأيكم في الحكم الصادر في حق الصحفي سليمان الريسوني وكذلك ما رأيكم في تصريح الناتق الرسمي باسم الخارجي الأمريكي نيد برايس بهذه الأسئلة مشاهدين نصل وإياكم إلى نهاية الحلقة نلتقي نهاية الأسبوع المقبل وإلى اللقاء اشتركوا في القناة